دواء السوليو بريد او مادة بريد انسلون تعتبر من اقوى مضادات التهابات الموجودة في السيجدالية لها تأثير كمان انها بتقلل المناعة بتاعت الجسم وده بيديها مادة كبير من الاستخدام هنتعرف عليه النهاردة هنعرف ايه الجرعة الصحيحة للسوليو بريد و ايه افضل وقت ناخد فيه الدواء وحاجة مهمة جدا هنعرفها مع بعض النهاردة وهي الاثار الجانبية المصاحبة لاستخدام دواء السوليو بريد واللي لازم ناخد بالنا منها انا حسام خلف ودي قناة صحتك في خمسة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بالطبع دواء السوليو بريد من الادوية التي لا تأخذ الا بامر الطبيب ولابد ان احنا نلتزم به الجرعة الموصوفة ومدة العلاج دواء السوليو بريد او مادة بريد انسلون لها تأثير قوي جدا مضاد التهابات وبتقلل المناعة بتاعت الجسم وده بيخليها فعالة جدا في علاج التهابات المفاصل والروماتيز علاج حساسية الجيوب الانفية علاج التهاب وحساسية الجلد علاج التهابات القولون زي التهاب القولون التقرحي او الكورونزا ديزيز الازمة الشعبية وضيق التنفس او الرب قبل ما نعرف الاثار الجانبية الخاصة بي دواء السوليو بريد لازم نتكلم بسرعة على دواء الاستخدام بتاعته وي الجرعة الصحيحة لكل استخدام في النوبات الحادة للتهاب الشعب الهوائي المزمن بيتاخد 30 ميلي جرام كل يوم من 7 ليه 14 يوم لكن في حالات الازمات الصدرية الحادة بناخد 60 ميلي جرام يوميا لمدة 3 ايام وبعد كده الدكتور بيماشيين على منتنانس دوز بجرعات اقل لعلاج حالات الحساسية المفرطة في الجسم بيتاخد من 10 لي 20 ميلي جرام كل يوم لمدة 3 ل 4 ايام وبعد كده الدكتور بيقللنا جرعة بشكل تدريجي لغاية ما نمشي على جرعة المدوامة في الحالة دي وهي 2.5 ميلي جرام واللي ممكن نمشي عليها من اسبوعين لغاية شهر للوقاية من التهاب القولون التقرحي او كرونز ديزيز بناخد من 20 ل 40 ميلي جرام كل يوم وللوقاية من نوبات الروماتويد او التهاب المفاصل الروماتيزمي بناخد 7.5 ميلي جرام كل يوم في استخدامين تانيين لدواء السوليوبراد وهو وهن عضلات العين واللي بيحصل فيه تهدل الجفن العلوي بتاع العين بيتاخد 10 ل 40 ميلي جرام مرة واحدة كل يوم وفي حالة اسمها ثرومبوسيتك بربورة اللي بيحصل فيها تجلط سطحي في الشعيرات الدموية الصغيرة تحت الجلد وتكوين بقع صغيرة تحت الجلد بيكون العلاج 1 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم جرعة السوليوبراد او مادة بريدنسولون يفضل انها تتاخد بعد الفطار كل يوم الصبح مهم جدا ان احنا نلتزم بجرعة السوليوبراد صحيحة وده لان السوليوبراد من الادوية اللي ديها اثار جانبية عالية جدا رقم واحد هو بيقلل امتصاص الكالسيوم داخل الأمعاء وبالتالي اي حد ماشي على دواء السوليوبراد الفترات طويلة يجب ان هو ياخد معاه الكالسيوم وفايتامين دال رقم اثنين بيزود مقاومة الانسولين وبالتالي بيزود خطورة الاصابة بسكر الدم المرتفع بيسبب ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط العين او الجولوكوما بيقلل منعة الجسم وبالتالي بيزود خطورة الاصابة بالعدوى وبيقلل التقام الجروح ممكن يسبب نقص ليه البوتاسيوم في الدم وبيعمل سوق توزيع للدهون في الجسم وبيزود الشهية والنهم للأكل وفيه اثر جانبي خطير جدا لازم ناخد بالنا منه انه بيقلل تكوين البروستاج لندن اللي بتحمي جدار المعدة وبالتالي بيزود خطورة الاصابة بقرحة المعدة نتمنى نكون قدمنا لحضراتكم النهاردة معلومة مفيدة صحتك في خمس